بجد اللي بيحصل في العالم ده كتير قوي 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 وانش عارف اقول لكم ايه اسمعوا بنفسكم من فيديو ده وحكوموا عليه لانه بجد فيديو خطير وكارثة كبيرة جدا جدا بتهدد العالم لا اول مرة يحصل حاجة زي كده من يوم ما كلنا وعينا عالدنيا وقارفناها مفيش حاجة كده ولا انا ولا جدتي انا اتصلت بجدتي وسألتها انت شفت حاجة زي كده مفيش بجد انا مش عارف اقول لكم اسمعوا الفيديو وانتو هتعرفوا تفاصيل غريبة اللي خليل عبداللطيف بالحرف الواحي انا مش عارفة بجد انا خايفة قوي اسمعوا معايا الموضوع الخطير ده وما تنسوش لايك للفيديو ده معا لو سمحتوا واعملوا اشتراك علشان ده بيشجعني اعمل فيديو اختكم منا من قناة مساء الاخبار ويلا نبدأ مهما قلتلكم قدي خطير وعاجل ومهم وكارسة كل الكلمات دي مش هتعبر عن اللي حصل منذ قليل يعني ايه الكلام ده هل ده السنة دي او لا ده في الوقت الحالي طب الكارسة دي على نطاق السنة لا الكارسة دي اول مرة بتحصل في الحياة وهنوريكوا قدي الخطورة بتاعتها اقسم بالله دي مش مقدمات ولا بقولك كده عشان تشوف الفيديو ولكن اسمع وحكم بنفسك وانتي كمان حطي بنفسك يعني تعليق لهذا الموضوع ارجم كل الناس مشاهدة هذا الفيديو للنهاية وسامع كل كلمة بنقولها لان الموضوع حساس وخطير جد عشان نوريكوا قدي ايه هو حساس هنبدأ على بركة اللي ولا كانا استحلفكم بالله لان ده يخص اخواتنا استحلفكم بالله كل اللي بيشوفنا لايك للفيديو وعمل مشاركة واكتب الله واكبر بذكر الله تطمئن القلوب تحت في التعليقات واللهم منصر الأقوياء اخواتنا الأقوياء مش اقول ضعفاه هم أقوياء بإذن الرحمن اللهم منظروا خبراء بيكشفون وليلة عبداللطيف قالت الكلام ده جماعة افيلوا ليلة عبداللطيف قالت الكلام اللي انا عقولولك الموضوع اللي ما حصلش قبل كده ولا هيحصل تاني خبراء بيكشفون ليلة عبداللطيف قنات كيف انفجرت اجهزة البجر البجر ده اجهزة كانت زمان طلعة قبل الموبايل تم استخدامها دلوقتي في الفترة الحالية في الموضوع اللي احنا بنهوله وموجود على سكاي نيوز عربية وكل المواقع كسف التقارير للصحيفة اسمها والستريت جورنل النهاردة القلية التي يمكن ان تكون سببا في انفجار اجهزة الاتصال اجهزة زي الموبايلات يعني ممكن هم ابتكة واحدة يفجروا الموبايلات خطورة خطورة التي يحملها عناصر حزب اللف لبنان وسوريا وادت الى مقتل واصابت عدد كبير من افراد الحزب ونقم حد الوقت هم ما مقلوش مين لحد الوقت هم ما مقلوش مين وحسب يالله نعم الوكين في الظلمين ونقلت صحيفة والستريت جورنل عن مصادر قولها ان اجهزة البجر المتضررة كانت من شحنة جديدة حصل عليها حزب الله في الايام الاخير يعني الاجهزة دي لسه هم مستلمينها جديد والمسؤول في حزب الله ان مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الاجهزة متوقعا ان في برامج ضرر ربما تسبب هذا الانفجار او تسببت يعني في هذه الانفجارات الناس بيتشايلة الاجهزة دي كلها تنفجر في الشارع كده كأنها بلالين بتاعة عيد الميلاد الناس كأنها بلالين بتفرقع انتو متخيلين الفيديو انا مش هينفع عرضو لكم من صعوبته من صعوبة الفيديو انا مش هينفع انا اجيبولكم على الشاشة وتشوفوه كده حاجة دريبة التكنولوجيا بتتحول يعني اللهم مستورنا كلنا السابر وبعد عننا قولوا امين يا رب العالمين يعني المسؤول كشف ان بعض ده من يحملون اجهزة النداء البجر ده شعروا بسخونة وتخلصوا منها قبل انفجار فيه ناس حسيت ان هو بيسخن في جسمهم وراحوا رامين ولقوم فاجر وفيه ناس ما لحقتش ونقل الصحيفة عن محل الاستخبارات اسمه رنين انفجار الاجهزة في الاثنين يشبه النوع العملية التي يعني تنفذها وكالة الاستخبارات بتاعت العدو طبعا يعني حاجة حاجة من الحاجات الغريبة والله العظيم احنا مش عالفين التكنولوجيا رايحة بين الفين وحسب الله نعمل وكيد في المتسبب والمتضرر في كل ازبني ادم وبشر على وجه الارض واضاف المتخصص في فهم العمليات ضد حزب الله وايران ما نراه الان في لبنان هو جهد من جانب يعني شيء من اشياء اللي ذير تقليدين اللي بتحسب في العالم ربما ارادت رسالة مفادها بانها تتمتع بكدرة فريدة على الهجوم ده اللي العدو عايز يوصله ده حسب تحليل الاستخبارات وقال اسمه مايكل رئيس الاستخبارات في الشركة اسمها لبيك انترناشنال وشركة استشارية يعني في مجال الامن وادارة المخاطر ومقرار في الشركة الاوسط ان السبب على الارض كان برمجا خبيسا تسببت في ارتفاع درجة حرارة البطاريات او اجهزة النداء اللي هي البيجر دي وتم انفجارها او شحنة وضعت في الاجهزة وانفجرت بعد ما قالوش لحد دلوقتي مين ما قالوش لحد وانتو عارفين حزبي الله نعمى الوكيل اللي اكتبه جماعة لشان اقولك زالة عبداللطيف قالت ايه برضو عنه وفي كلا الحالتين هذا هجوم متطور للغاية بصوا هذا ليه بقولكم محدش لسه شاف الحاجات دي قبل كده الحروب بنسمع عنها من زمن الزمن كانت الاول بالخشبة يعني الناس الحجري بعد كده بالحجارة بعد كده بالرمح بيعمل رمح بيعمل خشبة ليه سن بيحربوا بعض على الاكيو الشرب للزمان هي من الناس اللي في الأصول الحجرية بعدين بدأت الناس تعمل حاجات بقى ايه يعني وحد السمع عنها قبل كده وعا كده مسدسات ايه ده حصل مسدسات وعا كده بدأت الدنيا تتطور بطريقة ذريبة جد بصنر حد دلوقتي يعني مش عايز اقول لكم ممكن التليفونات اللي في ادينا دي احسن فيها كده ولا ايه محدش عارف ربنا يستر ربنا يستر كل امين يا رب العالمين ربنا يحمي كل دولنا العربية وبلدنا وشعوبنا يعني يحمي الجميع وولدنا واخوتنا واخبابنا كلهم وضعت كانك متزمنة يعني متزمنة يعني في وقت واحد رح هب تفجرات اعلن وزيب حلدناني في روز الابيض ان التفجرات دي في كم واحد تمانية ثمان اشخاص بينهم يعني مش عايز اقول فيما اصيب بها كم 2750 اقع تفتكر ان اعمل لك حاجة يعني موضوع يعني موضوع كده بسيط لا اصيب 2750 بينهم 2000 حالة حرجة انا يعني بجدت اقف تعليقات لكم انتم تعليقات لكم انتم هادة ليلة عبداللطيف وريالة من غيب الا الله واحد التكنولوجيا العالمية بتدخل داهرة الخطر الكبير وبتكون على الفتوط اللي بتشهد فيها الأضعر والتعطيل بسبب حدث وهي وكلنا بنؤمن انه لا يعلم الغيبة الا الله فارجو من الجميع لو شفت الفيديو ده لحد هذا التوقيت اكتب الله وقبر وضغط لايك للفيديو وامن مشاركة والأهم من دول كلهم اكتب حزب الله هنعم الوكير شكرا لكم اشوفكم في فيديو جديد دي كانت توقعات ليلة عبداللطيف ولا يعلم من غيب الا الله اشتركوا في القناة